حضرتك بتوصد هنا أن درس المستفاد بخروج النيني بشكل درامي زي ما حضرتك وصفته ورياكشن طارق في آخر مباراة في مباراة توجه اللي كانت من السبت اللي فات ده نتعلم منه أن أنت لا تستعجل ولا تطلع غضبك بالصورة اللي كانت ظهرة عليك قوي كده وعلى عينيك يا طارق يعني مثلا حمدي فاتحي كان ممكن جدا ما يتخيلش أنه هو هياخد الفرصة بالسهولة دي في وجود النيني وعمر السليا وطارق حامد يعني عايز أقول أنه كله لازم يقدر يتعامل أنا بقول أن ده برضو جزء من التعامل بشكل احترافي يعني 100% كله عايز يلعب وكله عايز هو يفضل موجود في الملعب لكن المدرب في النهاية عليه ضغوط رائبة يعني فندي له فرصة شوية أنه هو يحاول بقدر الإمكان يدير زي ما بيقول واحد سايق مركب سايق سفينة السفينة دي بقى فيها عواصف وأنواق ومشاكل وخلافات وانتقادات يعني الله يكون فعون أي مدير فني كابتن ناني هو يقول لك لأنه هو بيبقى هو بيشتغل بفكر معين وممكن واحد عنده فكر معين تاني برة بيتكلم سواء من زميله اللعيبة أو المدربين أو اللعيبة القدامة كل واحد بيقول زي ما هو عايز وما يعرفش الظروف الداخلية ممكن صحفيين كتير طبعا وما أكسرهم دلوقتي بقين عدد لا بأس بي يعني صحيح صحيح كل واحد بيادلو بدلو يعني بالزبط فكل واحد بيقول حسب معتقداته أو أفكاره ترجمة نانسي قنقر